أمت الله من اليمن تقول ما حكم قتل العنكبوت يجوز قتل العنكبوت خاصة إذا كان ساما يجب قتله لأن هذا يعتبر من الفواسق المؤذية و أما إذا كان غير سام و من دفع إلا بالقتل ما في بأس قتله و ما يذكر بأنه هو الذي نسج على غار النبس هذا غير صحيح ما ثبت في هذا حديث أبدا في مثل هذا الأمر و لذلك العناكب المؤذية أو التعشش في البيت أو مثلا تصنع البيوت هذه و تخرب و تجمع الأوساخ و شيء تبعد فإن لم يمكن دفعها إلا بالقتل ما في بأس و لله الحمد و المنه